اشتركوا في القناة وقال مغاربة ان ابوبة الثلاثة التي تظهر في هذه الصورة هي معمار المغرب عصي لمتهمين قطر بسرقته ونسبه اليها وكتب مغاربة ان ابوبة الثلاثة مع سبق الاسرار والترصد وكتب اخر يدعى محمد رضا ان قطر تستعمل تراثة الامازية في المغربي الترويجي لكاسي العالم وقال مغاربة ان ابوبة الثلاثة تعود لضريح محمد الخامس جد الملك المغربي الحالي محمد الثالث وقال معقع الوست عن فؤا المغربي ان وزير الثقاف والشباب والاتصال المهدي بن سعيد تجاوب مع الحملة على موقع التواصل الاجتماعي وتواصل مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكاسي القدم فوسي القجع على اعتبار انه عضو في الفيفا الذي تواصل بدوره مع الاتحاد الدولي لكاسي القدم الذي استجاب للطلب المغربي وعمد على ازالة الصورة التي تجسد المعمار المغربي ولا علاقة لها بلولتي قطر اشتركوا في القناة